من المقال اللي انا كتبته في المجلة كلام مهم جدا انا نفسي حد من المهتمين بالفتوى الرقمية او الفتوى الالكترونية في الفضاء الالكتروني يراجع هذا المقال مرة تانية ويقراه ويبدي ملاحظاته لان انا حقيقة اعتمدت على اكتر من عشرين مرجع او عشرين مصدر عشان اكتب المقال ده مقال في المتال اهمية واعتقد انه لازم يكون نوالي كتاب بعد كده لانه موضوع خطير الموضوع انا اتكلمت عن مفهوم الفتوى الالكترونية واهمية الفتوى الالكترونية والواقع الافتراضي وكيفية التعامل معه من الناحية الشرعية شروط المفتين وبعد ما خدت شروط المفتين طبقتها في نموذج وامثلة على شروط الافتاء على المواقع التواصل الاصلي اصلا خطورة الفتوى الالكترونية في الفضاء الالكتروني ايه ان المفتي ما بقاش بيكلم اهل بلده بس او اهل القطر اللي هو فيه ده الفتوى الالكترونية بيشوفها اللي في كندا واللي في امريكا واللي في جنوب افريقيا واللي في روسيا واللي في استراليا واللي في نيوزلاندا واللي في سايبيريا واللي في السويد واللي اي حد بيفتح من مسلم ومهتم بالحصول على الفتوى ودي المشكلة مش عارف أقولها لكم إزاي يعني دي الكارثة الكارثة اللي تعرضت لها المزاهب التلاتة التالين اللي مش حنبلية يعني احنا عندنا المزاهب أربعة المزاهب المشهورة يعني المزاهب المشهورة الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة تمام تمام المزهب السائد على المزاهب كلها أنهي مزهب في السوشيال ميديا في كل مواقع التواصل في كلها بص من غير ما ترجع وراي كلها المزهب الحنبالي لأن المزهب الحنبالي هو المزهب المعتمد في منطقة الخليج طيب طالما المزهب المعتمد في منطقة الخليج هم عندهم قوة نفطية قوة مالية خلتهم يقدروا يفرضوا يفرضوا الفكر الحنبالي أو الفقر المزهب الحنبالي على كل صفحات السوشيال ميديا كل صفحات السوشيال ميديا كاببس كله بينقل من بعضه كله بينقل وبالتالي لما تدور على فتوى عن مسألة من المسائل رأي الشافعية فيها رأي الأحناف رأي المالكية احتمال تلقى واحتمال ما تلقاش وان لقيت المعلومة عن المزهب التانية حتلقاها على استحياء وحتى لو لقيتها على استحياء حتلاقي رأي السادة الحنابلة رأي السادة اللي هم بيتابعوا المزهب الحنبالي اللي رفضين المزهب التانية أو رفضين الأراء اللي متعصبين لمزهبهم بيسفاهوا الرأي وبيفندوا يعني خد مثلا عندك رأي في المعازف شوف حضرتك ما بيتحملوش الرأي الفقه الحنبالي ما بيتحملش فكرة المعازف أو الموسيقى وبيتهموا إيه اللي بيه بيحاق إنه فاجر وفاسد ويندرم شوفوا رأي فوائد البنوك شوفوا رأي قضية التلق الشافع اللي بنتكلم عنها شوفوا رأي مثلا قضايا كثيرة في البيوع في البيع بالتأسي شوفوا رأي الرأي حكم إطلاق اللحية لازم تلقى الرأي الحنبالي بس في المسألة يعني مش هتلقى الرأي الشوافع إن حلاقة اللحية ما هيقاش حرام إنما مكروها عندها الشافعية هتلقى الكلام ده لا مش هتلقى الكلام ده واللقيته هتلقى عشرين مليون واحد ردد عليه من اللي بينتموا للفكر الحنبالي وبيحاولوا يفندوا رأيه مع إنه رأيه معتبر وقالوا أئمة كبار رضي الله عنهم فأنا عاوز أقولك الفكرة كلها هي الجنوح الجنوح نشأ من إيه إن الغلبة المادية كانت عند أصحاب الفقه الحنبالي وبالتالي أي فتوى حضرتك بتدور عليها حتلقى فيها الرأي الحنبالي بس باختصار شديد وبالتالي مش هتشوف رأيه الملكية بوضوح ولا رأيه الشفعية بوضوح ولا رأيه السادة الأحناف بوضوح وإن رأيته هتلقى على استحياء وإن لقيته على استحياء هتلقى ردود كثيرة عليه تشوش عليك الأخذ بهذا المذهب أو ذاك المذهب شفتوا بقى المشكلة فين فالمشكلة إنه عندنا كله بقى سلفي كله فكرة هواه سلفي الكلام ليه 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 لماذا تغلبت الأفكار السلفية لأنها الأفكار الحنبالية والأفكار الحنبالية هي أفكار مدعومة بيقول عليه إيه البترو دولار البترو دولار مدعومة بنفط وبفلوس ضخ فيها شنيع ضخ شنيع ما انتش قده